موسيقى انطلاقا من الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية وحرصها على مشاركة فئات المجتمع كافة الاحتفال بالمناسبات ومنها عيد الفطر المبارك فتحت شعار مبادرة كلنا واحد معك في العيد وبرعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قامت الوزارة بتجهيز هدايا متنوعة لتوزعها على المرضى بالمستشفيات بعدد من المحافظات موسيقى الوزارة وجهت مأموريات إلى عدد من المستشفيات بمختلف محافظات الجمهورية تم من خلالها توزيع هدايا على المرضى وذويهم وهو ما استقبلوه بفرحة وترحاب كبير في ظل حرص الوزارة الدائم على تقديم الدعم والمساندة لهم في مراحل علاجهم وهو أمر يسهم في سرعة شفائهم ورفع الروح المعنوية لديهم قد إيه فرقت مع الأطفال إنهم دي حاجة تفرحهم وهم لأنهم في رمضان بيبقى عندهم علاج وحتى في العيد عندهم علاج وبصراحة المبادرة دي بقى لهم أكتر من السنة بييجوا وبصراحة أنا بحس إن الأطفال بيفرحوا كتير قوي بحب أوجه الشكر لوزارة الداخلية على المبادرة جميلة جداً اللي عملتنا النهاردة ووزعه كأحكي العيد وبسكوت على الأطفال وضمعا شيء يسلك القلوب ويسعد الأطفال دول ويساهم في العلاج بتاعهم وتحرص وزارة الداخلية على استمرارية زياراتها للمرضى بالمستشفيات تأكيداً على أهمية تقديم الدعم لهم وتعزيزاً لروح المشاركة مع كافة الفئات في الأعياد والمناسبات أشعر جميل جداً الحمد لله كان له صادق كويس جداً عند الأطفال وعند زويهم والحمد لله كانت زيارة كويسة جداً ولها أثر معنوي حاجة جميلة وحاجة تتساعدنا وتفرحنا وتدخل الفرح على الأطفال أنا كنت مبسوط أن الزباق جمه صار معا كما وجهت الوزارة مأموريات مماثلة لدرعاية المسنين الذين أشادوا بجهود وزارة الداخلية وحرصها على تلبية احتياجاتهم المعيشية ومشاركتهم كافة الفعاليات والمناسبات تشكرين قوي لحضراتكم وتشكرين قوي ليكم وتشكرين الاستضافتكم لنا هنا في الدرع عندنا وكمان النهاردة الحمد لله يعني سعيدة جداً أن وزارة الداخلية اخترت الفندق واخترتنا تشجيعهم لنا وبتسمتهم وهداياهم بصراحة الواحد يعني محمل بجمال كثيرة قوي هكذا تستقبل وزارة الداخلية العيد برسم الفرحة على وجوه المرضى بالمستشفيات من خلال مبادراتها الاجتماعية والإنسانية لتوزيع الهدايا عليهم ودعمهم باستمرار اشتركوا في القناة